اشتركوا في القناة انتشرت بعض الاخبار اليوم عن اقتراب لاعب هارتا برلين ابراهيم مازا اكثر واكثر من تمثيل المنتخب الوطني على العموم هي اخبار ليست مؤكدة ولو انها من صحفي فرانكو جزائري وثانيا اصلا الخبر ليس بجديد وسبقوا اشتركوا قبل بضعة اسابيع ان الاتحاد يوم الماضي بدأوا بالضغط على اللاعب الالمان جزائري لاجل تمثيل الخضر ابراهيم مازا للاشعارة عائد من اصابة الموقع الرسمي لناديه هارتا برلين اشعر اليوم الجمعة الى ان المدرب لم يسمح له بعد بدخول المجموعة بشكل كامل مازا عاد للتدريبات منذ عدة ايام لكن يبدو انه مطالب بالعمل اكثر قبل الدخول في المجموعة والتواجد في اللقاءات على العموم الامر قد يحصل في اي لحظة وربما قبل نهاية مرحلة الذهاب منتصر ديسمبر دائما مع الاخبار المنتشرة في الصحفة الوطنية الى اخبار عمورة الان والكم الكبير من الانديا التي يتابعه تلقيت يوم امس عشرات الرسائل والتساؤلات عن صحة هذه الاخبار انا شخصيا لم اضع الخبر ولن اضعه ببساطة لان مصدره محلي لا يوجد اي مصدر اوروبي تحدث عن الامر اليوم بعض المواقع الفرنسية تكلمت عن اهتمام بعض الانديا لكن تم نسب الخبر لسرار شخصيا اتمنى واتوقع ايضا رحيل عمورة سريعا عن سنجلواز وربما لنادي جيد لكن ما لم تضعه الصحافة الاوروبية ما لم تضع الصحافة الاوروبية الخبر لا يمكن ننقله هذا اولا ثانيا انا شخصيا اشك في صحة الخبر سرار ليس مصدر موثوق وكلنا نعرف تاريخه كرئيس ومدير رياضي ربما نيته جيدة وهي رفع اسهم عمورة من يدري على العموم اي جديد من الصحافة الاوروبية سأضع الخبر نشط اليوم الجمعة مدرب ميلان ستيفانو بيولي ندوة صحفية للحديث عن لقاء فريقه المقبل في الدور مدرب ميلانو بصورة طبيعية تلقى سؤالا عن عودة لعبه الجزائري اسماعيل بن ناصر وهنا فجر مفاجأة كبيرة لانصار النادي وايضا لانصار المنتخب حيث اشار الى ان وقت عودته قد يكون اقرب مما هو مصدر له سابقا بيولي قال ان بن ناصر انهى اسبوعه الاول من التدريبات الجماعية بصورة رائعة ولم يعاني من اي الام او انتكاسة كما سيقضي اسبوعا اضافيا في التدريبات على ان تكون عودته للمجموعة بداية من الاسبوع الثالث ما يعني انه سيعود في بداية ديسمبر المقبل وهو خبر اكثر من رائع للمنتخب ولبالماضي بخصوص مشاركة بن ناصر في الكان عودة بن ناصر كانت مقررة في لقاء مونزا الذي سيقام يوم السابع عشر من شهر ديسمبر المقبل لكن يبدو ان الجزائري سيشارك في وقت اقرب ميلان سيلاقي كل من فرسنوني في الثاني من ديسمبر واطالنطا في التاسع منه وبن ناصر قد يظهر في احد هذين اللقائين ميلان سيلاقي في الثالث عشر من ديسمبر نادي نيوكاسل لكن بن ناصر لن يشارك لان اسمه غير موجود في قائمة دور الابطال بعد ان تكلمت في عدد امس عن جوبانتوس والشيلسي واشرت لرغبتهما في التعاقد مع الدولي الجزائري ولعب والبرهام تمر عيان ايت نوري ها هي الصحافة الايطالية تكشف عن راغب جديد في ضم الجزائري وهو عملاق اوروبي اخر وهو باريسان جارما عن مصادر الصعوفية قالت ان المدير الرياضي لبياس جير لويس كامبوس يرصد ايضا ايت نوري ويرغب في ضمه وعكس الاندي السابقة فان باريسان جارما يرغب في التعاقد مع ايت نوري في جنف المقبل على ما يبدو حيث لا يرغب في الانتظار لغاية نهاية الموسم وان لم تتم الاشارة للسبب فان السبب ربما هو الاصابة التي تعرض لها ظاهره نونو منداش وايضا الوضع البدني السيء للظاهر الاخر لوكاس ارنانداز سريع الاصابات ورغم القدرة المالية الضخمة للبياس جي ورغم انه نادي كبير واللعب فيه مغري الا ان تقارير الايطالية قالت ان الوصول للجزائر لن يكون سهلا بالمرة اولا لان ناديه لا يرغب في بيعه في جنف وثانيا لوجود منافسين كبار في الصيف المقبل في صورة تشلسي ليبربول السيتي من انجلترا وايضا جوفنتيوس من ايطاليا هناك اندية اخرى لم يذكرها التقرير نشط مدرب نادي نيس فرانشيسكو فاريولي اليوم الجمعة ندوة صحفية ندوة تحدث فيها عن لقاء فريقه يوم الاحظ ضد تولوز وتكلم فيها عن تأثير الغيابات ومنها غياب هشام بوداوي كما اشرت اليه في عدد امس مدرب نيس تكلم ايضا عن الدول الاخر بدر الدين بوعناني وامكانية مشاركته وايضا عن سبب مشاركته المفاجئة في لقاء الجولة الماضية مدرب نيس قال ان اشراك بوعناني في اللقاء الماضي ضد موفلي لم يكن هدية بل لانه قدم مستوى كبير في التدريبات وتحسن بصورة كبيرة من الناحية الدفاعية فاريولي قال ان بوعناني شارك لانه يستحق وهي اشارة واضحة منه الى امكانية ظهوره في اللقاءات المقبلة من هنا ولغاية نهاية مرحلة الذهاب وعن غياب بوعناني وبعض اللاعبين بسبب الكان قال مدرب نيس ان الامر سيؤثر لكنه لن يقوم بابعاد هؤلاء اللاعبين وتحضير خليفتهم بل سيلعب بشكل عادي مدرب نيس يكون قد لمح بقوة ولو بطريقة غير مباشرة ان بوعناني سيشارك في الكان الامر بات ممكن بعد رفع عدد اللاعبين لسبب وعشر اللاعب لكن برغم ذلك الامر ليس مؤكدا بعد المثير في الامر ان موقع فرانس بلو لم يذكر عطال ضمن المشاركين في الكان بالرغم ان عقوبته ستنتهي قبل الكان فهل هذا دليل ربما على ان النادي سينهي تعاقده قبل المنافسة وانه وقت الكان لن يكون لاعبا في الفريق ام ان هناك شيئا اخر اتركوا لي اراءكم في التعليقات بالحديث دائما عن الكان وغياب لاعبين عن فرقهم في فترة حساسة هناك ايضا رامز العربي زروقي والذي سيغيب عن فينورد في بداية مرحلة العودة مدرب فينورد ارني سلوت نشط اليوم ندوة صحفية تحدث فيها عن اهم السفقات التي سيقوم بها الفريق في جونفي وسئل بشكل مباشر هل سيتم التعاقد مع لاعب وسط كبديل لزروقي مدرب فينورد قال ان الامر لا يستحق لان فترة غياب زروقي لن تكون طويلة كما ان النادي يملك في نفس منصب زروقي عديد اللاعبين وايضا لاعبين اخرين في مراكز اخرى يمكن ان يغطوا على غيابه لذلك فان غياب زروقي بحسبه لن يكون مؤثرا كثيرا زروقي للاشارة ليس اساسيا بشكل دائم وهو امر يجعل من الطبيعي ان غيابه لن يكون مؤثر لكنه بدون شك سيسعى في الفترة المقبلة وقبل بداية الكان تحديدا لتغيير هذه النظرة والتحول للاعب اساسي بشكل دائم لان ذلك سيساعده كثيرا لحجد مكان مع الخضر كما سيساعد بالماضي في الحصول على لاعب اجهز اكثر واكثر ضجت المواقع الفرنسية والعربية والعالمية على وجه العموم صباح اليوم بخبر اعتقال لاعب الخضر يوسف عطال من قبل الشرطة الفرنسية السبب وكما هو متوقع التحريض على الكراهية التي كان قد اتهم بها سابقا الامر كان محير لان القضية اغلقت بشكل نهائي وتم معاقبته رياضيا بعد ان اعتذر لكن من ظن ذلك كان مغطع اللوبي الصهيون في فرنسا واصل ضغطه بقوة على الدولة الفرنسية لغاية فتح التحقيق وتوجيه اتهام جنائي للاعب الخضر والذي تم اعتقاله بشكل مباشر بعد ان عاد من الجزائر يوم الاربعاء الى الخميس الامر كان عبارة عن خيان ردقة الجزائري الذي قال كل ما لديه وظن ان الامور قد انتهت ولو كان يعرف ما يحدث لم يكن ليبعد الشرطة الفرنسية وبعد ان حققت مع عطال قامت بالافراج عنه صباح اليوم لكن مع وضعه تحت الرقابة القضائية اي انه لن يكون قادرا على مغادرة التراب الفرنسي على ان تتم محاكمته يوم الثامن عشر من شهر ديسمبر المقبل اي اسبوع واحد فقط قبل بداية فترة التحضير للكان والتي ستنطلق بنسبة كبيرة يوم الخامس والعشرون ما يحدث مع عطال مهزلة حقيقية وعلى الدولة الجزائرية تدخل فعطال قبل ان يكون مواطن جزائري عادي هو ممثل وسفير للجزائر في الاراضي الفرنسية بصفته لاعبا دوليا يحمل القميص الوطني وحمل القميص الوطني يعني انك تملك صفة شبه رسمية لكن لغاية كتابة الحلقة لم نرى اي تحرك والسكوت عفوا يصم الاذان عطال تلقى الدعم فقط من زملائه اللاعبين الذين سندوه بقوة اليوم لكن بشكل متفوت من حيث الكلمات التي كان اقواها من فيغولي الذي طالب فرنسا بتوقيف من يبثون الكراهية على شاشة التلفزيون كل لعبي الخضر تقريبا دعموا عطال لكن الامر لن يكون منه اي فائدة ما لم يكن هناك تحرك رسمي من القنصرية الجزائرية او الصفارة الجزائرية في فرنسا بعد ايام قليلة من استئنافه للتدريبات الجماعية ورفعه لوضعه لعدة البدن للعودة سريعا لفريقه كشفت شبكة البي بي سي البريطانية الشهيرة اليوم الجمعة ان اليافع الجزائري ولعب بريستو سيتي ايمن بن عروس قد تعرض لاصابة جديدة اصابة ستبعده بحسب مصادر انجليزية كثيرة لفترة طويلة وطويلة جدا البي بي سي قالت ان الاصابة الجديدة لأيمن بن عروس كانت في الركبة ويكون قد تعرض لها في حصة الاربعاء او الخميس بن عروس بحسب كثير من المصادر يعاني من قطع ربما في اوطار الركبة وهي اصابة السلزم كما هو معلوم الغياب لفترة تجاوز الست اشهر وربما تصل لثمان اشهر كاملة ايمن بن عروس لمن لا يتابع اخباره اصيب قبل عامين بقطع كامل في الرباط الصليبي غاب بسببه لثمان اشهر وبعد عودته بايام اصيب بقطع اخر في الرباط الصليبي ليبتعد بسببه لعام كامل وها هو يصاب مرة اخرى وربما يبتعد لثمان اشهر او عام ما يعني انه غاب وسيغيب لثلاث سنوات كاملة عن الميادين وهو امر محبط وربما يدمره نفسيا بعد عشرة اشهر تقريبا من الغياب سيسجل الدولي السابق في المنتخب المحلي ناذير بنبؤلي عودته لقائمة فريقه شارلوروة وذلك بمناسبة لقاء الغد في الدولي ضد نادي وسترلوف بنبؤلي الذي اجرى عملية جراحية في فيفر الماضي تأخرت عودته كثيرا ويبدو ان الامر سيكون في صالحه خوفا عليه من انتكاسا زورغان حاضر ايضا كما تشاهدون بنبؤلي الذي كان مرشحا بقوة للعب مع الخضر في وقت سابق سيستأنف قتاله لاجل حلمه اللعب في بلجيكا لن يكون عائق وما عليه سوى تسجيل الكثير من الاهداف خاصة اذا علمنا ان الخضر يعانون في مركز قلب الهجوم مع تقدم سن سليماني وتراجع مستوى بنجاح وابتعاد ديلور بنبؤلي سيكون الى جانب بكرار المقاتلون الجدد على مركز في المنتخب معاب الماضي لكن بعد الكان الى هنا يكون عددنا لنهار اليوم قد انتهى نلتقي غدا ان شاء الله السلام عليكم السلام عليكم